رمضان وعن الحضارة كيف قد سادوا بها في كل فن وحادث تتراتت كثرت على مر الزمان يا شهر الكرم يا زائر يحيي الهمام تاريخ أمتنا المجيد لديك يحفل بالقمم فسجلها بك حافل فتحا وذكرا كالعلم كم من أمير صادق خضى المعارك واقتحام كم قائد فتح الحصون وكنا كالجبل الأصام ذكر بالبعوث وكم بكشف فيك تم ذكر بأوقاف رعاها حاكم حسن الشياء يا شهر العمل يا زائر يحيي الامل كم من مدائن كم صروح كم سدود لم تزل تحكي مآثرها وقد لاحت كضرب بالمثل كم من وقائع للحضارة سطرت فيك الدول وشواهد لحضارة الإسلام من قدم الأزل كم فيك من قمر غدا شمسا وكم نجم أفل كثق فيك المسلمون النصر حلوا كالعسل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن التبعه دا ثم أما بعد أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التقي مع حضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج وقائع رمضانية والحدث الذي سنتكلم عنه حدث نوع خاص الحقيقة عندما أقرأ في ملبسات هذا الحدث وفي تاريخ هذا الحدث يجاد قلبي أن يتمزق حزنا وكمدا على ما أصاب المسلمين في أمسهم وإنه لتذكرة أن يتعض الإنسان بأمسه لأنه من لم يتعض بأمسه لن يستطيع أن يمضي قلما في يومه هذا الحدث كان في سنة 479 هجرية وفي شهر رمضان 479 هجرية وفي شهر رمضان حدثت هناك معركة رهيبة جدا في بلاد الأندلس تسمى معركة الزلاقة هذه المعركة كانت تحولا كبيرا في التاريخ في هذه الآونة ولكن قبل أن أتكلم عن الزلاقة وعما حدث فيها وما أسباب هذه المعركة هناك سياق تاريخي لابد أن أذكره لحضارتكم أعيروني قلوبكم قبل أن تعيروني أسمعكم أيها الأحباب دخل الإسلام وبلاد الأندلس سنة 102 هجرية وأعجب المسلمون بهذه البلاد كما أعجب أهل البلاد بأهل الإسلام نظر إلى تسامحهم وإلى نظافتهم وإلى حكمتهم وديانتهم وحبهم للخير فأقبل أهل الأندلس على الإسلام ودخلوا دين الله عز وجل وانتشر الإسلام في كل أربوع الأندلس إلا في نقطتين صغيرتين قريبتان من فرنسا فكون النصارى في هاتين النقطتين كونوا إمارتين إمارة اسمها أرجون وإمارة اسمها قشتالة المسلمون لم يهتموا بأمر هاتين الإمارتين ولعل هذا خطأ استراتيجي تكتيكي خطير إن المسلمين عبروا جبال البرانس وتوغلوا في داخل بلاد الغال مئات كيلوات وتركوا الإمارتين الصغيرتين أرجون وقشتالة كان الإسلام قويا في بلاد الأندلس في سنة 135 هجرية دخل الأمير عبد الرحمن الأموي بلاد الأندلس وكون إمارة أموية وخضع الناس للحكم الأموي فكانت هناك خلافة عباسية وهناك إمارة أموية في بلاد الأندلس ليس هناك أي مشكلة أن تتعدد المسؤوليات في دول الإسلام يعني بالشرط أن كل الدول يحكمها حاكم واحد لسيما إذا تبعدت الأقطار وهذا الكلام كلام أهل العلم فالدولة الأموية كانت في الأندلس وهي بعيدة جدا عن الدولة العباسية والدولة العباسية في بلاد المشرق استمرت الدولة الأموية قوية فتية مدة عظيمة من الزمن الأمير عبد الرحمن توفي وأتى بعد أولاد ثم أتى بعد أولاد حتى حكم بلاد الأندلس أحد أحفاده يسمى الحكم ابن عبد الرحمن الناصر الأموي وكان حكمه هذا سنة 366 هجرية وكان له وزير الوزير ده اسمه المنصور ابن أبي عامر المعافري هذا من أحدى قبائع العرب كان وزيرا للأمير الأموي الذي أعلن إمارته خلافة وكان المنصور ابن أبي عامر كان وزيرا قويا دينا جلدا اهتم بالدولة اهتم بحدودها وحافظ على أمنها وأحدث فيها طفرة كبيرة جدا طفرة حضرية كبيرة جدا اهتم بالطب واهتم بالصيدلة واهتم بالزراعة واهتم بشق الترع واهتم بالشوارع واهتم ببناء المدن بالفعل الأندلس في أيام المنصور ابن أبي عامر عندما كان وزيرا كانت هناك طفرة عظيمة جدا وفي الوقت نفسه كان قويا جلدا فستطاع أنه يقوم بأكثر من خمسين غزوة ضد الإفرنج أكثر من خمسين غزوة ضد الإفرنج وكان من شجاعته وهمتي أنه لم يهزم في غزوة واحدة في سنة 392 هجرية مات المنصور ابن أبي عامر وخلفه ولداء ابن الأول مشى على حاله ثم أتى الابن الثاني كان اسمه عبد الرحمن وفي ذلك الوقت كان الخليفة الأموي يسمى هشام ابن الحكم كان ولدا صغيرا وكان المنصور يحجبه يحجبه كان الحاجم بتاعه والحقيقة أن الخليفة الأموي كان يعني ضعيفا ركيكا سيء الرأي فالمنصور ابن أبي عامر حجب عليه فلم يخرجه ولم يجعل له قيمة ولكن من حيث الشكل هناك خليفة وهو الوزير للخليفة في عهد عبد الرحمن ابن المنصور ابن أبي عامر قال بدل ما يبقى فيه هناك خليفة لا قيمة له أنا اشتال الخلافة وأبقى أنا الخليفة وبالفعل اشتال المؤيد بالله اللي هو هشام ابن الحكم ونصب نفسه خليفة أول ما عمل الكلام ده فيه هناك ناس يتعصبون للدولة الأموية ويحبون الدولة الأموية ويوالون الدولة الأموية انقلبوا عليه وتم قتل عبد الرحمن ابن المنصور ابن أبي عامر وكان الكلام ده سنة تلتمية تسعة وتسعين هجرية تلتمية تسعة وتسعين هجرية لما قتل عبد الرحمن ابن المنصور ابن أبي عامر سنة تلتمية تسعة وتسعين هجرية تمزقت الأندلس كل واحد فيه يعني يرى في نفسه قوة أو منعة أحاط المكان بتاعه وعمل جيش وعمل نفسه أمير لهذه المنطقة وهنا نشأت ما يسمى أو نشأ ما يسمى هنا نشأ ما يسمى بعصر ملوك الطوائف ملوك الطوائف إن كل طائفة كل قبيلة كل جماعة عرقية اكثرت مع بعضها وكولت إمارة لها ويعلت هناك أمير أو مالك على هذه الإمارة الأمراء بتوع الأندلس أمراء الأندلس في ذلك الوقت ملوك الطوائف وأمراء الطوائف كثير منهم بدأ يتزوج بالنصرنيات أو الأميرات النصرنيات من ممالك النصارى من أرجون وقشتالة خرجت بعد ذلك أجيال الجيل اللي بعد كده مباشرة الجيل التالي مباشرة كان أخوالهم من النصارى فإزاي إن الأولاد الأمراء المسلمين دول يحاربوا أخوالهم من النصارى وبالتالي من ساعة ربعمية وثلاثين هجريا لم يعد هناك أي عمل عسكري نهائيا في بلاد الأندلس طيب لم يعد هناك أي عمل عسكري في بلاد الأندلس بدأ أهل الأندلس يميلوا إلى ماذا؟ إلى إنشاء القصور إلى الإكثار من العبيد والجواري إلى التوسع في المآكل والمشارب إلى التوسع في طراء جديدة من الحياة والمعيشة لدرجة إن بعضهم كان القصر بتاعه بيتنقل بين جنبات القصر بمركب القصر بتاعه تجري فيه الأنهار فكان بيتجول ويتريط في القصر بتاعه عن طريق المركب لأحد الناس في هذا العصر إذن نعيم كبر جدا وفخفخة ودنيا والتساع ومال وغنى وفي الوقت نفسه قلت الديانة ورقت الديانة وبدأ اللسان العربي يضعف كثيرا وتسرب اللسان الأسباني القديم القوط الجرماني إلى اللسان العربي ووضاع الجهاد ما عدش فيه جهاد خلاص لم يعد هناك جهاد للكفار ولا غزو للكفار إذن هذه الصورة الاجتماعية هذه الصورة الاجتماعية ما الذي حدث تفكتت الأندلس واختلف أهلها وأراد كل أمير أن يكثر إمارته وأن يوسع إمارته على حساب الإمارات المجاورة فاستنجد الأمراء المسلمون بالأمراء الإفرنج الأمراء الإفرنج وجدوها فرصة سانحة كي يتدخلوا في شؤون المسلمين وأن تنزل جيوشهم تارة يؤيدون هذا الأمير وتارة يؤيدون هذا الأمير وتارة يوقعون هذا الأمير في عدوة مع هذا الأمير فتقع الأمراء أو يقع الأمراء في قتال عنيف والإفرنج النصارى يتفرجون عليهم إلى أن أتت سنة 456 هجرية 456 هجرية دي سنة خطيرة جدا لأن النصارى الإفرنج أتوا فنزلوا إلى منطقة اسمها بلانسية بلانسية دي في شرق بلاد الأندلس أتصور أنهم استخدموا عدة وسائل الوصول إلى بلانسية لأن فوق بلانسية إمارات مسلمة وتحت بلانسية إمارات مسلمة وهي إمارة موجودة على البحر إذن الإمارات الشمالية الإسلامية سحلت مرور جيوش النصارى للوصول إلى هذه الإمارة بالإضافة إلى الأسطول الإفرنجي الذي حاصر هذه الإمارة لا يمكن لهم أن يصلوا إلى هذه النقطة إلا بأن الأمراء المسلمين سماحهم الله سهلوا لهم الدخول للوصول إلى بلانسية وبالفعل حدثت هناك معركة ضخمة جدا اسمها بطرنا معركة بطرنا التي ترتب عليها سقوط هذه البلاد في يد النصارى الإفرنج الذي حدث أن الإفرنج لم يكتافوا بذلك وإنما تحركوا جهة الغرب من جهة الشمال يعني الشمال الغربي لكي يصلوا إلى ولاية إسلامية خطيرة جدا هذه الولاية هي ساراقسطة هي ولاية ساراقسطة فسقطت في أيديهم سنة 457 هجرية ساراقسطة عندما وقعت في يد النصارى ماذا صنعوا بها؟ صنعوا فيها ما لا يمكن أن يتصور لا يمكن أن تتصور ضربوا الرق على أهلها يعني منذ ساعات كان الرجل يأيش في بيته سيدا في بيته محترما في بيته هو وزوجته وأولاده يجتمعون على الطعام يضحكون فيما بينهم في لخظة دخل عليهم هذا الجيش فضرب عليهم الرق فصار الرجل مع زوجته وأولاده في بيته عبيد لهذا النصرمي الذي دخل عليهم فاستولى على بيتهم مسألة صعبة جدا بل كانوا يأمرون بأن يفجر بالأبكار أمام أبائهم وأن يوجر بالنساء أمام أزواجهم هذا كله من أجل إذلال المسلمين والنكاية في المسلمين ويقال إنهم قتلوا نحو من مئة ألف نفس في هذه المقطع حقيقة هذا شؤم التنافر والاختلاف وهذا شؤم الابتعاد عن دين الله عز وجل أن الله تبارك تعالى يصلط على المسلمين عدوا كما صلط عليهم من قبل التتر عندما تفكك المسلمون وابتعدوا عن شرع الله عز وجل وصارت الدنيا هي الحاكمة ما الذي حدث صلط الله عليهم التتر جنجز خان فجنجز خان اجتث وقضى على شأفة الدول الإسلامية اللي كانت موجودة في ذلك الوقت قضى على الدولة الخارزمية تماما تماما خلاها أثرا بعد عين ثم بعد ذلك لما مات أتى حفيد هولاكو فواصل مسيرة إذلال المسلمين وتتبع بلاد المسلمين حتى وصل إلى بغداد بمباركة الشيعة الرافضة فذبح من أهليها ألفي ألف نفس ثم بعد ذلك انتقل إلى دمشق فأعمل فيها السيف ثم بعد ذلك أراد أن يدخل مصر إلا أن الله تبارك وتعالى قيض لهذه البلاد رجالا يحمونها ويكونون سببا في ردعي وردي التتر ما يحدث أو ما قيل في التتر هو أيضا ما حدث مع الصليبيين الصليبيون بسبب تفرق المسلمين وضعف المسلمين ما الذي حدث أتى الصليبيون إلى سواحل بلاد الإسلام فنزلوا فيه الرهى وإنطاكية واستولوا على هذه الديار ثم زحفوا جنوبا حتى وصلوا إلى عكة ثم انحرفوا بعد ذلك جنوبا وميقات الشرق حتى وصلوا إلى بيت المقدس سبحان الله وضعت هذه الديار إلى أن قيض الله تبارك وتعالى من جمع المسلمين واجتمت عليه الكلمة ورجع المسلمون إلى دينهم فرد الله تعالى إليهم ديارهم ورد إليهم ما سلب منهم كذلك أيضا أيها الأحباب اختلف المسلمون في الأندلس وتنافروا فيما بينهم ولم يكن بأسهم على العدو شديدة بل كان بأسهم بينهم شديدة لما يبقى إمارة إسلامية تجعل الجيش النصراني يمر منها لقتال إمارة أخرى سبحان الله ما هذا الذل ما هذا الهوان ثم كانت الخطة التي يريدها الإفرنج أن يصلوا إلى قرطبة قرطبة دي هي أكبر مدينة موجودة في الأندلس وإمارة قرطبة هي أقوى إمارة موجودة في الأندلس وإمارة قرطبة تقع في جنوب الأندلس لو سقطت قرطبة سقطت الأندلس طبعا قرطبة بدها غير ناطة ولكن قرطبه الأهم الآن على خريطة أولويات الجيش النصراني الذي دخل بلاد الأندلس ماذا يصنع الناس؟ كان هناك أمير في قرطبة يسمى المعتمد ابن عباد المعتمد ابن عباد عمل اجتماع ودع إليه القادة الجيش والعلماء والمشايخ والقضاء والفقهاء ودي مسألة مهمة جدا إن الحاكم عندما يقع في مشكلة ماذا يصنع؟ يهرع إلى أهل العلم يهرع إلى أهل العلم إذا وجدنا العلماء يهانون وإذا وجدنا العلماء ليس لهم قيمة وتشوى صورتهم وينكل بهم إذا لا خير لكن عندما يأتي الأمير فيستمع مع العلماء ويستشير العلماء والعلماء يدعون له الله عز وجل ويشيرون عليه بتكون هناك نتيجة حسنة فأشار العلماء أن يستنجدوا بأمير المرابطين يوسف بن تاشافين لكي ينقذهم من هذه الورطة التي وقعوا فيها وبالفعل تم الاتفاق على هذه المسألة وأرسلوا القاضي عبد الله ابن محمد ابن أدهم القاضي عبد الله ابن محمد ابن أدهم أرسلوه إلى حاضرة دولة المرابطين في بلاد المغرب يسألونه أن يحث المسيرة لينقذهم ما علاقة ذلك بغزوة الزلاقة أو بمعركة الزلاقة التي حدثت في رمضان وما الذي تم بعد ذلك هل استجاب الملك المرابطي وهل خف لإنقاذ المسلمين أم تباطأ في ذلك هذا ما سنعرفه بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة ولا بد أن نعرف تفاصيل ذلك فتابعونا يرحمكم الله نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وللمسلمين جميعا وأن يتقبل منا الصيام والقيام وصلى الله وسلم مبارك على نبي محمد وعلى أله وصحبه وسلم رمضان رمضان يا شهر المنى يا زائر يحيي السنن كم كان فيك لأمة الإسلام من وقع حسن كم منحة رقت وكم أصر وكم زالت محن حدث عن الآيات فيك نزلنا عن فتح وعن صور الخلافة كيف قامت بالأمير المؤتمن وعن الحضارة كيف قد سادوا بها في كل فن وحادث تتراتت كثرت على مروي السماء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة